بعد المباراة عرفت أنه كبت ينادي القيلي سواء عمر الشلية عمر الشلية تحديداً من الناس اللي تكلمت كتير مع اللعيبة رامي ربيعة كمان يتكلم كتير مع اللعيبة رامي ربيعة كان من اللعيبة اللي تعرض لكثير من الانتقادات في المباراة الأمس كلامه كان عامل إزاي بعد المباراة؟ هو كان كلامه في فكرة الانتقادات نحن لما بنكسب الجمهور ده بيشلنا ويطلعنا فوق السماء فطبيعي لما نخسر هنتعرض الانتقادات ناس كتير بتحمل رامي ربيعة تحديدا الهدفين المسؤولية الهدفين و أي هزيمة بتحصل في النادي الأهلي بيشيلها رامي ربيعة رغم أن أنت لما تيجي تشوف الأرقام الموسم اللي فات والموسم ده تكتشف أن الأهلي الموسم ده عنده صغرة دفاعية كبيرة جدا جدا لأن تقريبا علerie الأهداف اللي طلقاها الأهلي في الدول عفوا طول الموسم اللي فات في الثمانية وتباتين مباراة أقل من عالد الأهداف اللي تلقاها الأهلي في عالد المباراة اللي لعبها هذا الموسيقى أنا بشوف دايماً فيه موبالغة زيك في انتقاد رامي ربيع رامي ربيع ما كدش موفق في مباراة الموسيقى يعني جبما فيه كورتين أصلاً الكورتين بتاعة زيزو وبتاعة الجزيرة طب ما ده انقاذ علامي لو عمله لعيب تاني من على هوا الجان السوشيال ميديا بس يا كلها الأونية دي في الأول غلطته بتاعة زيزو بس هو لماه لماه مش هيشير انت الأول كورة أصلاً غلطة من عد المنع طب ما انت بتحمل رامي ربيع عليه كل الأخطاء الدفاعية ليه بتتكلم عن محمد هاني فيه لعيبة معينة داخل النادي الأهلي أي حاجة تحصل هيتم مهاجمته طب ليه فيه لجنة أو فيه لجان تستهد في رامي ربيع مثلاً نا مش محبوب مثلاً أسباب كتير جداً مش محبوب ده واحد من النادي الأهلي مبدأية ده قائد تاريخي يعني أرقام كتير جداً ما تتكلم عن رامي ربيع مش محمد وعدين رامي تزلم كتير يعني رامي عدى بمراحل إصابات كتير الراجل بيقعب بره ما بيعملش مشاكل بيطلع بره لسكور خالص ما بيعملش مشاكل جدد يا رامي بيجدد يا رامي هتلعب هتلعب هتقعد هتقعد ما فيش مشاكل طب يشمعنا رامي طب ليه لنناس ما بتجمش عبد المنعم وأي إعلامي بيفكر يقول إن عبد المنعم فوش فوق يا راجل ده عبد المنعم مبرح الناس جايبينه من فول يعني باص معزبين عبد المنعم مبرح ده مبارح بس ده مبارح صح عبد المنعم مدافع كويس يعني مدافع كويس بس لازم دايما في مصر نفرق ما بين يعني هو قولر مدرب ووحش ولا كويس كويس جد طب ليه الناس بتهاجمه عشان مباراة مباراة صح لأ عشان ماش هب ماشي يعني أنا بفتكر كلمة لكابتن ويا الجمعة قالك اللي بيعمل باص غلط ومش هنكسب هنبعدل في التلفزيون بالليل الباص يعني انت عمجرد ما عملت باص ومجادش معاك انت خلاص بقيت لعيب ساي ولا تصلح للنادي الأهلي والفلوز فياريتك عاجات كتير جدا وده من أسباب عم نيجي نتكلم عن مجمل أسباب القرى المصرية والفشل اللي احنا فيه السوشيال ميدي